نواصل من قطعة من حديث المحاضرة السابقة عن القيم وكنا في محاضرتنا السابقة قد تناولنا مفهوم القيم نواصل اليوم في حديثنا عن القيم ونتحدث عن أهمية القيم وتأثير القيم على سلوك الأفراد أولا أهمية القيم القيم مهمة لأنها يلجأ إليها عند وضع أي استراتيجية أو سياسة معينة كذلك القيم مهمة في نظرة المدير للعاملين وكذلك في العلاقات الشخصية بين الأفراد كذلك القيم مهمة من خلال تأثيرها على الإدراك إدراك المواغف، إدراك المشاكل وكذلك القيم مهمة في القرارات وإيجاد الحلول للمشكلات والقيم كذلك مهمة لأنها تحدد أخلاقيات العمل وهي كذلك مهمة لأنها تحدد المقبول والمرفوض من السلوكيات سواء كان ذلك في التنظيم الرسمي أو في التنظيم غير الرسمي وكذلك القيم مهمة لأنها تحدد بالنسبة للأفراد ما هو مستوى الإنجاز المردي أو مستوى الإنجاز غير المردي وكذلك نقول أن القيم لها تأثير على سلوكيات الفرد تؤثر القيم تأثير كبيرا على سلوكيات الفرد فالشخص يتخذ القرار الذي يتفق مع قيمه كذلك القيم هي التي توجه تصرفات وسلوك الأفراد في تعاملهم مع الآخرين وكذلك القيم تؤدي إلى تماسك الجماعة باعتبار أن الأفراد دائما ما يلجأون إلى الانضمام إلى الجماعة والمجموعة التي تتفق قيمهم معها وبالتالي هذا متعاه إلى تماسكها وكذلك نقول أن الالتزام بالقيم يسهل مهمة المجموعة ونقول كذلك أن معرفة قيم الأفراد تساعد المنظمة على التنبؤ بسلوكهم ونقول كذلك أن القوى بوجود قيم تنظيمية يختلف شعليا عن هذه القيم وهذا مدعا لأن المدير ينبغي أن يرسخ قيم المنظمة حتى يجعل هناك اتفاق حول هذه القيم وهذا ما نعنيه بالضبط عندما نقول أن وجود القيم المشتركة تعطي دافعية أو موتيفيشن لتحقيق الأهداف وكذلك نقول أن قيم الأفراد تؤثر على إدراكهم وتؤثر كذلك على طريقة تفكيرهم ونقول أن انضمام الفرد إلى أي جماعة يكون هذا الفرد محكوما بقيم هذه الجماعة ويتأثر بقيم هذه الجماعة أو المجموعة أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله